توقعت وكالة بلومبرج أن يكثف بنك إنجلترا مكافحته للتضخم في الاجتماع المقبل يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 1.75% في أكبر زيادة في أسعار الفائدة في بريطانيا منذ 27 عاما وشرت الوكالة إلى أن بنك إنجلترا كان من بين أوائل البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة بعد الوباء ومضيفة أنه يكافح في الوقت الحالي لمواكبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع بدوره لـ 75 نقطة أساس وأضحت أيضا الوكالة أن أسعار الفائدة الآن لبنك إنجلترا وصلت إلى 1.25% بينما بلغت في بنك الاحتياطي الفيدرالي لـ 2.5%